لم تكتمل بعد قائمة المترشحين للانتخابات الرئاسية الفرنسية وذلك قبل ستين يوما من انطلاق الدورة الأولى حيث تشهد الحملات الانتخابية للمرشحين الرئيسيين لأحزاب اليسار واليمين واليمين المتطرف نشاطا كبيرا لاستقطاب المزيد من الفرنسيين خاصة الفئة التي لم تحدد بعد مرشحها الأفضل في الأثناء حضي مرشح اليسار الفرنسي بنوا أمو بمساندة مرشح حزب البيئة يانيك جادو الذي أعلن انسحبه من السباق الانتخابي كما تلقى وزير الاقتصاد الاشتراكي السابق إمانويل ماكرون خبرا سرا بعد حصوله على دعم زعيم الوسط ورئيس حزب الحركة الديمقراطية فرنسوا بايرو الذي علل قراره هذا بالتصدي لطموحات اليمين المتطرف بالوصول إلى قصر الإليزي وأثر دعم فرنسوا بايرو المفاجئ للمرشح الرئاسي إمانويل ماكرون جدلا لدى الطبقة السياسية بين من رأى بأن هذا الدعم يخدم مصالح ماكرون فيما رأى آخرون أن ما فعله بايرو مجرد رقصة سياسية أخيرة ليس لها أي تأثير ماري لوبان زعيمة اليمين المتطرف والتي تقول استطلاعة الرأي الأخيرة أنها ستنتقل إلى الدورة الثانية من الانتخابات بكل سهولة عارضت برنامجها الانتخابي بشأن سياستها الخارجية حيث أشهدت بسياسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ووصفتها بالواقعية وقالت بأن روسيا عنصر حاسم في ميزان القوى الذي يمكنه تهدئة العولمة لوبان هاجمت بشدة الاتحاد الأوروبي ووصفته بالوحش البيروقراطي متعهدة ببريكزيت جديد في حال فوزها بمنصب الرئاسة الفرنسية هذا وأظهر استطلاع جديد أن زعيمة اليمين المتطرف في فرنسا ماري لوبان عززت تقدمها فيما يتعلق بالأصوات التي ستحصل عليها في الجولة الأولى من انتخابات الرئاسة وأشار الاستطلاع إلى أن إيمانويل ماكرون سيحل ثانيا في الجولة الأولى يليه المرشح المحافظ فرنسوفيون